اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندما تقوم بصدق أبوه وعندما تتكلم عن الله وأيضاً أخر يومه في منفتة الدنيا كفاعلت لكي نتكلم عن الله ونستطيع الدكتور ونستفيد منه ونفتة من حابنا ونأبونا من اللهامنا من قوارنا ونسلمين نتعاون عن البر ونسلمين بيننا نتعاون وما استفيد واحدة قد نذكر ضروري تقولني ختام حياة ناي خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم استخلاف ببكر رضي الله عنه على السلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة مرضه يسلي بالناس فلما كان ذلك اليوم يوم الخميس وحان وقت صلاة العشاء اقتصر صلى الله عليه وسلم في نخضب ليتخفف ثم ذهب ليقوم فاغمي عليه ثم افاق فاغتصل ثانيا ثم ذهب ليقوم فاغمي عليه ثم افاق فاغتسل ثالثا فلما ذهب ليقوم فاغمي عليه فارسل الى ابي بكر ان يسلي بالناس فصلى ابو بكر تلك الايام وجملة الصلوات التي صلىها ابو بكر بالناس سبع عشر سلاة النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه حموم والحمام وعدها اللي أقول بقدام الاسسل على لكن يوم الخميس كمسر قبط النبي صلى الله عليه وسلم يقدره وقانت صراة قل العري وتحت أبا دي الناي وادا وجهازا وقانطا العلم كان خفف ديبو حقه يعني اقما حالة اقما قبض ديبو وادقى نبي صلى الله عليه وسلم يقدراني قل يقيس كمسلهو سالي مارت وكالي مارت تحت ابا وتودا وجهازا قل الفقر سالس مارت كمسلهو وكلن واداق على وقما قبض ديب على يقدراني قل يقيس ديب الله وقت الله ديب أبو بكر رضي الله عنه ديبول أكا قل أبو بكر بقدام صلى بول بمسلين صلى بول بيلا وابو بكر بقدام صلى وكلن لسلوات ابو بكر رضي الله بان ديب حماما النبي صلى الله عليه وسلم بحياته اندهالا عصر سبوع عصر سبوع فردته اللي يوم الخميس على جمعات حلفات ويوم السبت كمسل قبقه يعني أول أحد كمسل قبقه النبي صلى الله عليه وسلم ديباء روحتو قالشوية خفات ركبة وقروتنا فرنت أبو طوصقلا مسجد فقراء وقل أبو بكر بدقل أبو قبقه والنبي صلى الله عليه وسلم بدقل أبو قبقه وابو قدام صلى والأدام وابو بكر لقطده عله وابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لقطده عله يعني دا إلا كان منافق يتبقى منفقر الإنسان مسبوق ان انتمت قلدي في صلاة إنسان ببنوت أنحك من قبي دائما ديب من قديب كلوت نفر ببنو مسل السلوات له من قبي لإمام ديباء دقالب لهلاته ولا مأمون ديباء دمان هلاته يعني كده النبي صلى الله عليه وسلم قلب على وأبو بكر دمان على وأبو بكر من النبي سمع على وأقول قلد على وأقول فال على وأقول تابع على ولا مأمومين يقول أبو بكر تامع له سمع له لكن انتم سمع له وأقول تابع له ويوم السبت أو يوم الأحد وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يعني وأبو بكر يسلي بالناس فأليساه إلى يساره فكان أبو بكر يقتضي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتضون بأبي بكر يسمعهم التكبير إلا كم سأل لا استخلاطنا يا одно بكر لباسه النبي صلى الله عليه وسلم كفا استخلفيوا وكفا وكلية تصدقه بما لديه ابن تصدق بابا قل على كلنا النبي صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق بابا قلت لقني رأياته مسل ويوم الأحد أعتقى النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق بسبعة دنانين كانت عنده ووهب المسلمين سلاحه وجاء الليل فأرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها إلى امرأة وقالت اقتري لنا في مصباحنا من عتقك أي السمن وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهدي بثلاثين صاعا من الشعير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد هي يعني كل أود أو استغفر الله العدد الذي يتذكر لقد دوم العلو لموالين لنا أو لموالين لنا يباكل لقد دوم العلو النبي صلى الله عليه وسلم أقولهم أعتق يوم لله رب العالمين وتصدقا بسبوع دينار بأكل علا تلا وكد لي ولسلاح لنايو قل لا مؤمنين وهبيو قل المؤمنين هبيو ولالك من سلقب دي بيتهم حتى يعرض عائشة لأكد لفانوس لنايا قلي من الحساس أو من دهن قل لا قطر أقولهم رضي الله عنها وإلا وكد إلا لا درع لنايو لذب السل على ودي الحرب لذب السل يهودي هايب على أغلو أمانة ورهن أنت هايب على يعني مقابل تلاتين ساعة من نشعير من نبراء من أكل من نناسبة على نبي صلى الله عليه وسلم حيات النبي صلى الله عليه وسلم وكم سأل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد على صلى الله عليه وسلم أدي آخر يوم دي بالدنيا آخر يوم له في الدنيا كفا علت ولما أصبح يوم الاثنين اللي قل لي يوم الحد على أدي يوم الاثنين سنبتني إيش سنبت عبايا سنبتني إيش علت أدي اللي يوم الاثنين متأد الاثنين كمسا المتأد كفا قبقا دي بقلت هاجيتو لحلقة الله والكفال فقالت بس أني إن شاء الله آخر يوم له في الدنيا ولما أصبح يوم الاثنين وكان يوم نوبة عائشة فقام أبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة حجة عائشة فنذر إليهم نبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الاثنين لنوبة لنا أو اللعب إلا نايرت وكتلا معل إلا لتوكد بالدابط كده باق عائشة حالت وابو بكر باقدام للسل على والنبي صلى الله عليه وسلم دي بيه تعالى وكشفكم سأل الله ستار أو لكرار اللوارك وقانحا للمسلمين دلسلو واتبسما النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه وذن أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخص سطر وبكرabe الم Past jaar للمسلمين فارحوه بدا الشابيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كمسلا الحكوات كانت كمسلا إليهم وشوى كان بعد كانت كمسلا لإرتي Paul لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعبله وأشعر قالوا نبي صلى الله عليه وسلم أنا أتممه وفي هذا اليوم يوم الاثنين أو في هذا الأسبوع دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأسرها بشيء فبكت ثم سرها بشيء فضحكت وسألتها عائشة عن ذلك فكتمت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتها أنه قال لها في الأولى إنه يموت في مرضه هذا فبكت وقال لها في الثانية إنها أول أهله يتبعه فضحكت وبشرها أيضا أنها سيدة نسائه العالمين ديبلة يوم إلا أو ديبلة أسبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فالفاطمة بنتي النبي صلى الله عليه وسلم لا كايا ومستيرها بايا المستير اللي هيني كمسل بلايات والنبي صلى الله عليه وسلم بكيت وكمسل بكيت كالي إلا كيا كمستير بعيدها بايا لو كد اللي هيني لتحقت وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت وطاق العائشة كاتمت منها ساترت منها السألت تاني لكن النبي صلى الله عليه وسلم كمسل وفو فاطمة غل عائشة تبلاليت السألت أول مرة أسأليني كابلا بكيكو دي بل حمامي اللعنة قل إيموت تبليني صلى الله عليه وسلم ودي بكا لقيت ابلا صحاكو لكن انتي أول حتى من عجلة تعريني وانتي سيدة النساء العالمين انتي بيليني كابلا صحاكو بيلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورعت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من شيدة الكرب فقالت واكرب أباه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم ودعى الحسن والحسين فقبلهما ودعى أزواجه فوعدهن وذكرهن فاطمة أم المؤمنية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لحمام والتحب والواجع دي بأبوها كمسل بادح كمسل رئيته وكرب أباه أبويا كمسل ما قرعي أقولو تهاقيت لكن النبي بياليا أقول ليوم دي أبوكي كربت ألبه إن شاء الله أقول ليوم كربت أبوكي بياليا ودي بلوكي دي الحسن والحسين أولاد دولت لهم لاك يوم وسعم يوم النبي صلى الله عليه وسلم والأنسط لاكيان كلا وموحزتها بيان ودرسها بيان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وطفق الوجع يشتد ويزيد وانتقد السم الذي أكله بخيبر بدير دي بخيبر لبهمت لمسلومات الألم هاي بأمر على منو تقربوا على تو بادحزيبو أذي لترأيو جبا ولا ألم الود دي بقبا على بعد يعني بادح دي بقبا وشدد دي بقبا فأخذ يحس بشدة ألمه بو جاعدنا بألمنا يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم لشعر بقبا وكان قد طرح خميسه خميسه له على وجهه فإذا اختم كشفها عن وجهه دي بقات قد عد كارعلا قال كارعلا إن وديعا إن وديعلا وشوية كل قبا كان من قات تكشف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورة أنبياءهم مساجد نبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورة أنبياءهم مساجد بمعنى يحذروا ما سنعوا قبورة أنبياء المساجد بمعنى يحذروا ما سنعوا يحذروا ما سنعوا لياهود والنصارى لأقبر لناي أنبياءنا اليوم ونساجد اليوم ونبياء خاصة أقبر لمساجد ودو كأتماسوا وطوفوا ولا تحبت والهين غلطوا والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وبلا لا يبقين دينان بأرض العرب وكان هذا من آخر ما تكلم وأوسى به الناس وكرر مرارا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الي النبي صلى الله عليه وسلم آخر قيارتها قابو على من أستفيد من تكرارنا أعظم عبادت وأجل عبادة الصلاة لصلاة سلحت من قبي سلح سائر العمل وفاسدت من قبي لعمل كل فاسد قبي صلاة لألبو مقطوعة السلطة من سر رب العالمين صلاة لألبو متحمد ننتلة تركة حكمنا علماء بيلو كفر لبطح صلاة دي موسيبات قلت استعين با تقدر دي فرحات قلت استعين با قدر خبر سمع اكام قبل قل رب السجد كوي قبل اكام قبل سرعت استعينوا با قسر والصلاة انها لكبيرة اللعنه الخارجين استعينوا بالصبر وصلاة صلاة دي اقلب العيد السللي انسان الاسلائي حان دبيieni قلت تعالبوني والنبي صلى الله συلى سلام دي بوافاتنا ندتوافسب ناسنا روحتنا قوارينا linuxنا من شيء من بدل البابح في سرعة قلتواسبنا وصوب دي بسلات الجماعات دي مسجيجا بلا تفعلهم اهميتنا يسالة والنبي صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة